السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 18 حزيران يونيو طبعا القمر موجود في برج الجوزاء في ساعة الصباح بده ينتقل لبرج السرطان ورح يضل من ساعة الظهر أو ما قبل الظهر بقليل في برج السرطان والأيام القادمة طبعا هذا يوم في كثير من المفاجآت الإيجابية والسلبية برضو طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و57 دقيقة من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج بما أن القمر موجود لغاية ساعات الصباح في برج الجوزاء معناته برضو أن ننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق الوعدة أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 18-6 إلى يوم 24-6 طبعا ذروتها يوم 21-6 الساعة 23-22 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بيسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام أو بالقيام بمبادرات وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري برضو بتمنحنا مهارة بالصناعات اليدوية أو الأعمال اليدوية والدقة والسرعة في أداء عمالنا أما دوليا فهي بدلع اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن كما بتشهد هذه الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد كما بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال وقطاع الصحي في البلاد وكذلك اهتمام أكثر بالميادين الرياضية وتنظيم الأعمال والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وأنها تأثيراتها ليوم 21 ستة طبعا هذه الزاوية ذروتها يوم 17 كانت 17 ستة اللي هو يوم أمس بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين نستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا إياها هاي الزاوية بالدعوات اللي بترافقها برضو سفريات وتسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تأثيراتها ليوم 5 سبعة طبعا ذروتها يوم 26 ستة الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بهاي الزاوية بتسببنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غربي الأطوار وعنيفين وبتسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج خصوصا المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 26 بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لأثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصدقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في العكل وهذا الشيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية طبعا تأثيراتها برضو ليوم 26 طبعا ذروتها يوم 19.06 الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من مسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميل لتتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية برضو بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب ممكن يعني يصير فيه هيك نميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحول أو الأدوية أو المخدرات وممكن نتعرض لبعض الوعكات الصحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهذه تأثيراتها اليوم 22.06 يعني بلشنا بأواخر تأثيرات هذه الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها وتأثيراتها عندنا أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي ذروتها الساعة 34.37 دقيقة من صباح الأحد طبعا بتستمر تأثيراتها من صباح يوم السبت وحتى صباح يوم الأثنين يعني بمعنى آخر أنه تأثيراتها مستمرة امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومن اتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا بالتوازن أو على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها الساعة 26.23 دقيقة من صباح اليوم الأحد طبعا تأثيراتها من مساء اليوم السبت وحتى مساء اليوم الأحد بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسبب هذه الزاوية نوع من أنواع الاكتئاب أو بتدل على الإهمال أو بتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملاتنا بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة 26.23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة 10.57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان ويستقر في برج السرطان هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا القمر زي ما حكينا الساعة 10.57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنتقل ويستقر في برج السرطان منشعر بقوة العاطفة من حول خلق جو من الأمان إننا ولا أحبانا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد والغيرة نظرا لأنه حساسية الطرف الآخر بتكون في أوجها بوسعنا شراع عقار أو زراعة نبتمة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا أو قضاء وقت ممتع بالبيت أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من زوايا يوم الغد اللي هو فجر الأثنين ولكن تأثيراتها بتبدأ تقريبا من ساعات ظهر يوم الأحد أول زاوية زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي ذروتها ساعة 12 و45 و40 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الأثنين يعني منقدر نحكي فجرا بتوقيت جرينيتش هاي طبعا تأثيراتها من ظهر يوم الأحد لظهر يوم الأثنين نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية برضو بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي بعد هذه الزاوية يعني بتتشكل تقريبا بفترة بسيطة الساعة 12 59 دقيقة بعد منتصف ليل الأحد على الأثنين يعني تقريبا وحد فجرا بتوقيت جرينيتش من فجر يوم الأثنين ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الأحد وبتستمر حتى عصر يوم الأثنين بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغلة بالقطاع الفلاحي والمناجم والمحاجر أيضا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائي والرئتين ووصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية ونظام التبادل هدول الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب والصفاق أيضا اللي هو غشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هدول اللي بصيروا أكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية وإذا بحاجة لمراجعة طبية أو فحصات فالوقت مناسب ولكن العمليات الجراحية دائما منحكي إنها فترة مش مناسبة إلا للعمليات الإضطرارية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية زي ما حكينا دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بوقت اللي هو يخلوه المسار هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه خلاص بدأ القمر بمرحلة النمو يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء عشرين ستة ببدأ خلو المسار الساعة تسعة واثنين وارفعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وثمانتعشر دقيقة صباحا بصير ثلاثين يوم يعني نسبة الإضاءة عند منتصف لليوم الأحد على الاثنين واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد في نسبة ثلاثين في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان ورح يظل في السرطان ليوم عشرين ستة منتحس الآن بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية أما في ساعات المسافة بصير سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجوزاء حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الأسد حتى يوم عشر سبعة سعيد منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 سعيد الآن منتحس بنسبة 10% أورانس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً لا تنسوا تحطوا اللايك والديسلايك والكومنت والشير والكبسات اللي تحت طبعاً كبسات الدعم والانتساب والتشكرات والثانكس أي ما حدش يكبس عليها يعني حطوا لايك ويخلف عليكم برضو كومنت صغير هيك وبكون من الشاكرين أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم بتنشطوا باتصالاتكم وحواراتكم ونقاشاتكم ويكون لكم رغبة بالتقرب من الأحبة والتعامل مع الإخوة والجيران وبتهتموا بالإلكترونيات والتكنولوجيا والسيارات والتواصل والترويج والتسويق الأجواء جيدة جداً على مستوى الامتحانات حتى وعلى مستوى أي شيء بيتعلق بالاتصالات والمواصلات لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهمش أنهم ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت وحاذروا من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاؤوا من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هنا اليوم بظل في لغاية ساعات الصباح تركيز على الوضع المالي فبتنهمكم بضبط ميزانيتكم أو تعديلها أو فوتير أو دفعات أو تحصيل أموال لإلكم بعضكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتشعروا أو بتعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران مع الأحبة حاول أنك تعبر عن رأيك بجراء وحرية وعزز علاقاتك وابحث عن التوافق والانسجام تضطر لدفع مبلغ من المال بس بدك تحاذر من المصاريف لزيادة وأيضا من إهمال وضعك الصحي من الإرهاق والتقلب النفسي برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا عندكم قدرها عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبظل فيه نشاط وحيوية وطاقة عالية جدا وعندكم ثقة بالنفس ممتازة جدا طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح اللي ما بعده بيعزز قدرتكم على تنظيم ميزانيتكم أهم مش انك تتجنبوا لأن نفقات اللي مائلها داعي نظموا الأقصاط ما تسمحوا لها بالتراكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المائية خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم فكروا بمنطق وعلجوا الأمور بالطارئة فورا وبمنطقية وحكمة حدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم تعرف لقاءة داعمة لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا لغاية ساعات الصباح بظل التعب مسيطر عليكم وبتشعروا أنه فيه تقلب بالمزاج وعاطفية يعني العواطف عندكم جياشة بحساسيتها زي اكتئاب حزن شغلات زي هيك بوكة ذكريات مش متحملين حد أهم مش أنه ما تتخذوا أي قرارات حاسمة في هاي الساعات من ساعات الصباح القمر بوصل لعندكم بتمتلقوا نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة خلال هذا اليوم حاذروا يعني لأنه شوي زي ما حكينا فيه بعض التقلب بصير لأنه الانتقال فجائي بصير فبصير هذا اليوم ممكن تتخذ بعض القرارات ولكن خليها لساعات ما بعد الظهر يوم حافل بالأخبار والتطورات الإيجابية تطلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطط تستعيد حياتك رونقها وحيويتها أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه اجتماعيا وبتلتق الأصدقاء لغاية ساعات الصباح ولكن حساسيتكم ممكن تخليها أنه تزعل من تصرف أحد الأصدقاء أو من مناسبة اجتماعية تأخذ على بالك من تصرف أحدهم أو كلامه ممكن تحتد أو تعصب تقلب المزاج عالي جدا فعشان هيك بدك تحذر من هاي النقطة لأنه القمر بيقترب لبيت متاعبك في ساعة الصباح خلاص بوصل لبيت المتاعب فهونا بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم بصير فيه نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء جديد حاول أنك تعمل بشكل روتيني فقط تخلص من عادتك القديمة وإنشغل بمسائلك وأعمالك الروتينية اللي متعاول تعملها كل يوم مثل ما هي بدون شيء جديد وبدون ما تتخذ قرارات وإحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعاً بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل طبعاً بظل في تركيز على علاقاتكم مع المسؤولين أو تمام بعض الأعمال أو ترتيب أمور إلها علاقة بعلاقاتكم الإجتماعية هذا الأمر لغاية ساعات الصباح ولكن بدكوا تحذروا من المجازفات والمغامرات أو تشويه السمعة أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بين الأصدقاء وبين علاقاتكم الإجتماعية بتصيروا تشوفوا الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالكم وممكن تحصدوا دعم أو تأييد بتفيدكم الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وحاولوا أنك ترجعوا العلاقات لطبيعتها مع معارفكم ممكن يجيك دعم ممتاز جداً من أحد المعارف اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بده يتقدم لامتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد وخصوصاً في فترة خلو المسار بضلل من الآن ولغاية ساعات الصباح نشاط عالي بالاتصالات والحوارات والسفريات والعلاقات مع الأجانب والدراسة الحيوية والطاقة والعاطفة ممتازة جداً أما من ساعات الصباح فهنا بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل أهم شي نكون نظموا وقتكم بشكل جيد كونوا وضحين في أولوياتكم ما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت اليوم بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جداً اليوم هذا مناسب لتقديم الطلبات أو لطلبات العمل أو تقدم السي في أو مقابلة أو تعزز علاقاتك مع المسؤولين مخصوصاً من ساعات ما بعد الظهر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة بضل تركيز على الأموال المشتركة، أموال زوج، زوجة، بنك، ضريبة، تأمين هاي كلها اسمها أموال مشتركة تهتم فيها بتحصيل أموال، ترتيب وضع، مطالبة بحقوق لغاية ساعات الصباح ولكن احذر من المصاريف لزيادة أما من ساعات الصباح فهنا بيصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد هاي فترة حافلة بالنشاطات وبترتفع المعنويات وبتقوى الحضود ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد بيكون في نوع من أنواع الاتصال اللي بعيد اليوم عندك يا أنت بتجريه يا بتتلقى وممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طولة حوار أو تفاوض علجوا المسائل المتنوعة بروية برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي القمر ما زال موجود مقابلكم تماما عشان هيك الانشغالات بتكون على المستوى الصحي على المستوى العاطفي العلاقات مع الأحبة التواصل أو التقارب ولكن عصبيتكم وحسسيتكم ونفسيتكم متقلبي جدا في ساعات الصباح القمر بيتحرك للبيت الثامن بيعطيك دفعة عالية جدا فهن بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم أو الاهتمام بالأموال المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عد الأولوياتك إذا دحت الحاجة ودقق بالتفاصيل الأجواء رح تدعمك على المستوى المالي بأموال يا بتجيك دعم أو بتحصل على بعض الأموال أو ممكن قرض إذا أنت بتفكر في هذا الموضوع بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر بدأ بمراحل المقابلة الآن فبتكت وصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن ولغاية ساعات الصباح تنتبهوا لعملكم وما تخلوا أعمالكم تتراكم وانتبهوا لصحتكم أما بين ساعات الصباح فهنا بصير القمر مقابلك تماما تنجحوا بتعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وهي فترة مناسبة للأمور الشراكة والحوار أو طرح موضوع تعزيز شراكة أو شغلة زي هيك ولكن طاقتك لأنها ضعيفة فبتثقل خلالها الهموم اتجنب ردات الفعل العنيفة فترة ضاغطة بتهدد ببعض الخواطر أو المشاكل بسبب العصبية أو الانفعلات برضو وجود القمر مقابلك تماما بيخليك مضطرب ومرهف الحسب فعشان هيك اضبط أعصابك لأنه ممكن يصير فيه ارتباك وغضب شوي يقلب مزاجك انت الحلق الأضعف ما فيه داعي انك تتخذ قرارات حاسمة أو تعصب خلال هذا اليوم والعيام القادمة الحديث ما يتحرك من مقابلك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا من الآن ولغاية ساعات الصباح والأجواء جيدة وسرعة البديهة والحيوية والطاقة للتواصل مع الأحبة أو مع الأبناء أو الاهتمام بالشؤون الداخلية العاطفية اللي هو زي البيت والأهل والأحبة والوالدين والأمور هاي ومرضو الحضوض بتدعمك بشكل جيد ولكن في ساعات الصباح صارح يصير الاهتمام أكثر على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم من ساعات الظهيرة وما بعد وتنتبهوا لأعمالكم وتكونوا عنصر إيجابي ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معهم وخصوصا زملائكم بالعمل بتستعيد كامل حيويتك بالدور الأحداث بسرعة وبصير فيه نشاط وممكن تمارس عملك بحماس جدا ولكن بدك تحاذر من بعض الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك وبين زملائك بالعمل وبعض الاضطراب الصحي برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكم بيمور الهاصلة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح ما ترتيب مناسبة حفلة خبر صار تصليحات ترميمات ديكور مشكلة بتحاولوا تحلوها توتر عالي استئجار بيت يعني الأمور هاي كلها هي الاهتمام لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد فهو أنا بتزداد رغبتكم في التقرب من والتفاهم مع أحباكم مع أبنائكم مع أزواجكم يعني أجواء عاطفية عالية جدا ممكن تمارسوا هواية بتحبوها بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا إنكوا تعالجوا الأمور بروية مبتعدين عن التعقيدات الدعم جيد خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي والمالي وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر طبعا برضو بدي أذكر ما تنسوا تحطوا لايك وديس لايك وكومنت شير اشتراك والكبسات اللي إلها علاقة يعني بالانتساب أو الدعم المادي بثانكس أو شكرا هاي انسوها ما تكبسوا عليها بس أهم شي حطوا لايك وحطوا لكو كومنتيك منيح حلو يعني عشان أحبك وارضى عليك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله وارضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر